وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر بسرعة تشكيل خلية برئاسته ومكونة من مكتب الصحة بالمحافظة وممثلية المنظمات الدولية المختصة لمواجهة تفشي الأمراض الوبائية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوقائية والعلاجية الصحية للمحافظة وأكد المحافظ طاهر خلال اجتماع بمدينة الخوخة العصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة ضم مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الأهدل ومسؤول الصحة بمنظمة اليونسف في بلادنا الدكتور وائل الحاج وممثلي عددا من المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لقطاع الصحة أكد المحافظ أهمية تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية ومنها العاملة في القطاع الصحي مثمنا جهود المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية معربا عن استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات للمنظمات للقيام بدورها للتخفيف من معاناة المواطنين وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة ووقف الاجتماع أمام عددا من المواضيع المتصلة بعمل شركاء الصحة في الميدان والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملهم والوضع الوبائي للدفتيريا والحصبة والكوليرا في المناطق المحررة بالمحافظة وأماكن ظهور الحالات ومناطق تركزها وتدخلات التي تمت لإحتوائها وتدخل الشركاء لدعم برامج الرعاية الصحية الأولية بعدد من المراكز والوحدات الصحية وتقييم وضع النازحين واحتياجاتهم وأماكن تواجدهم وإمكاريات التدخلات الداعمة لهم في القطاع الصحي اشتركوا في القناة